السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الاعزاء طلاب جامعة الملك عبدالعزيز اهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات كيمياء السنة التحضرية في المصار الصحي كاف 112 كاف 112 وكاف 110 هم في الحقيقة الاثنين للسنة التحضرية والمنهج بتاعهم متشابه الى حد كبير ولكن يوجد بعض اختلافات يعني طلاب كيمياء 112 يقدروا يشاهدوا الفيديوهات بتاعت 110 ولكن لازم يراعوا ان في اختلاف في السليدات هذا الاختلاف يؤدي الى ان في طريقة العرض المعلومة بتختلف وزائد بعض المحتوى بـ L أو Z يعني مثلا في الباب الاول هنلاقي في الاثنين موجود التحويل بتاع الوحدات من الميلي المايكرو للنانو هنلاقي مثلا حالات المادة هنلاقي مثلا الوحدات الدولية دي اشياء مشتركة بين الاثنين ولكن بنأول الاختلافات اللي عندنا هو درجات الحرارة في كيميا 110 انت بطالب بتحويل من السليزيس للكيلفن أو العكس وللتذكير درجة الحرارة بالكيلفن دائما اعلى من درجة الحرارة بالسليزيس لان درجة الحرارة بالكيلفن بتساوي درجة الحرارة بالسليزيس ومجموعة عليها 273 فمثلا لو درجة الحرارة بالسليزيس 0 سليزيس هتكون درجة الحرارة بالكيلفن 273 لو درجة الحرارة بتاعة الغليان مثلا على سبيل المثال بتاع المية بتغلي عن درجة حرارة 100 سيليزيوس نجمع عليها 273 هتبقى تساوي 373 كيلفن نزيد عليها في المصاري الصحي التحويل من السيليزيوس للفيرنهايت درجة الحرارة بالفيرنهايت السكيل بيبتدي مثلا لو كانت صفر سيليزيوس هنلاقيها عند الفيرنهايت ب32 ولكن لما نزيد مثلا هنا 25 درجة هنلاقي عدد الدرجات اللي زادت في الفيرنهايت أكتر لأن الدرجة الحرارة بالفيرنهايت أصغر فالسكيل بتاعها بيتغير أسرع عشان نحول من درجة الحرارة بالفيرنهايت للسيليزيوس أو العكس ممكن نستخدم المعددة دي بمنتهى البساطة اللي بتقول أن درجة الحرارة بالسيليزيوس نضرابها في 9 على 5 ونجمع على الناتج 32 فتتحول لدرجة الحرارة بالفيرنهايت والعكس أيضا صحيح لو عندك درجة الحرارة بالفيرنهايت تطرح منها 32 وتضرب الناتج في 5 على 9 فتتحول لدرجة الحرارة بالسيليزيوس وبكده نقدر نحول من الفيرنهايت للسيليزيوس أو العكس ده بمنتهى البساطة أول فرق موجود عندنا في السليدات الفرق التاني هنلاقيه في الباب التاني لما جيه تكلم عن شحنة الإلكترون قال مقدار الشحنة اللي هي 1.6 من 10 في 10 و 2.19 بالكولوم وبنسبة للبروتون نفس القيمة ولكن عكس الإشارة وبعد كده قال بما أن دي شحنة الإلكترون فنقدر نقول عليها بمنطقة البساطة كأن مقدار الشحنة واحد ولكن الإشارة مختلفة فبالتالي هتكون شحنة الإلكترون ممكن نعبر عنها ك-1 وموجب 1 في 110 على طول قال ناقص 1 وزيد 1 من غير ما يقول مقدار الشحنة كان فهو مقدار الشحنة واحد ولكن الإشارة مختلفة فشحنة الإلكترون بـ 1.6 من 10 في 10 و 2.16 كولوم أو دي وحدة قياس الشحنة عندنا طبعا الرقم ده واحد من السوابط اللي مش مهمة بالنسبة لنا إحنا اللي يهمنا إن شحنة الإلكترون بتكون نفس شحنة البروتون ولكن عكسها في الإشارة فالإلكترون شحنته بتكون سالبة والبروتون شحنته بتكون موجبة وكمان يا جماعة لم نيجي تكلم على أسماء المجموعات فبيقول إن المجموعة الستة العناصر فيها لها الشالكوجين أو دي إضافة عن المجموعات التانية يعني هو أسامي المجموعات اللي هي النوبل جاز والهالوجين والالكالي والالكالين إيرث ميتال دي موجودة في 110 و112 ولكن بنضيف عليها أن المجموعة الستة اسماء الشالكوجين دي مجموعة العناصر بتاعة المجموعة الستة نكمل مع بعض الفروق ولما بيجي الجزئية التسمية بدل ما يقول بس إن الترانزيشن متل هو اللي منستخدم معهم الأرقام الرومانية أو الستوك سيستم في التسمية بتاع المركبات الآيونية لا هو بيقول كل الميتالز اللي عندها إيه اللي عندها فاريابلز أو متغير شحنات مختلفة عندها شحنات مختلفة يعني مثلا لو عند الاستنص موجب اثنين وثلاثة موجب اربعة الحديق الليد أو الرصاص عنده موجب اثنين وموجب اربعة ساعتها لازم لما تيجي تسمي تحدد في الاسم هل هو اثنين أو ثلاثة وبتضيف عليها معلومة هي أن الميركري هو العنصر الوحيد اللي لما يجي يكون موجب واحد فهو بيتكون على هاية اتش جي تو موجب اثنين يعني مثلا لو احنا حبينا نكتب الرمز بتاع الميركري هنقول الميركري موجب اثنين مثلا لما يجي مع الكولورايد مينوس واحد هيبقى رمز المركب الايوني ده اتش جي سي ال اثنين لكن لو الميركري احادي فما بيظهرش على هاية موجب واحد كده بس لا بيظهر على هاية ايونين موجودين مع بعض ده كده الميركري موجب واحد لما يجي يتفاعل مع الكولورايد مينوس فهيكون اتش جي تو دي كلها على بعضها عليها موجب اثنين وهي هتتفاعل مع سي ال اثنين ده استثناء عن الفكر العادي اللي احنا بنشتغل به ده فقط في حالة الميركري موجب واحد فقط في حالة الميركري موجب واحد باية العناصر بقى اللي عندها واحدة مش محتاج تحط لها الارقام الرومانية لما تيجي تسميها مش محتاج تحط لها الارقام الرومانية لما تيجي تسميها زي مثلا الليسيوم والسوديوم وكل العناصر التانية في التسمية عندنا نكمل مع بعض الاختلافات بين كاف مية وعشرة وكاف مية واثناشر فلما نوصل للباب الرابع هنلاقي بيبتدي طبعا بيتكلم عن المحليل والاكوة السوليوشن كالعادة ولكن بيضيف بعض المعلومات البسيطة هي ان فيه مخاليط كتير في الحياة مثلا زي الهواء ده عبارة عن غاز دايب مع غاز فيه مثلا زي الصودة او المشروبات اللي هي بتاعت البيبسي دي كلها عبارة عن غاز دايب فليكويد وهكذا ففيه احتمالات تكون مادة صلبة دايبة في صلبة او صلبة دايبة في غاز وميديك امثلة على محليل من كده لكن هو طبعا الباب ده بيتكلم يا جماعة مش على اي سوليوشن او اي خليط متجانس ما بين مادتين لا هو بيركز على الاكوة سوليوشن او على المحليل اللي بيكون فيها المزيب هو الميا والمزاب هو عبارة بقى عن مادة صلبة زي ملح الطعام او السكر او واتفر فعشان كده بيقول ان المواد اللي بتدوب بتنقسم الى نوعين وبيقول لك المياك معروف انها موصل رضيء جدا للكهرباء لانه مفهاش ايونات مجابة وايونات سالبة ولكن لما المياه برغم انها موصل رضيء للكهرباء الا انها مزيب جيد جدا فبيدوب حاجات كتير او فصعب جدا انك تلاقي مياه الا ما يكون فيها ايه حاجات دايبة فيها طيب فبالتالي المياه بتوصل الكهرباء نتيجة الحاجات اللي دايبة فيها طيب الحاجات اللي بندوب في المياه نقدر نقول ان منها نوعين او حاجتين اساسيين حاجة بتدوب فبتكون ايونات تساعد على توصيل الكهرباء وحاجات بتدوب بتكونش ايونات فما بتساعدش على توصيل الكهرباء اللي بيدوب ويكون ايونات بنسميه اليكترولايت ومن امثلة اليكترولايت دي السوديوم كولورايت السوديوم كولورايت ده بيدوب عشان يكون ايون السوديوم الموجب وايون الكلور السالب وبينقصين كده كاتب إكواز تحت إكواز دي يعني إيه يا جماعة يعني دايب ها يعني صوديوم آيون دايب في مية وكلور آيون دايب في المية كده الآيونات اللي موجودة جوه المحلول زادت فالمية بقت موصل جيد للكهرباء مش كل المواد بتدوب بشكل كامل أو بتكون آيونات بشكل كامل في حاجات سترونج إلكترولايت يعني إيه سترونج إلكترولايت يعني لما حط واحد مول من الصوديوم كلورايت وأدوبه في المية هيتحول مباشرة إلى واحد مول من الصوديوم آيون وواحد مول من الكولورايت آيون ويتختفي إيه الكمية الصوديوم كلورايت على الإطلاق مفيش مادة ها غير متأينة كلها تتحول إلى مادة متأينة ولكن في بعض المواد التانية بيكون إيه بيكون التأيون فيها مش قوي فبنسميها يا جماعة بنسميها ويك إلكترولايت يعني ويك إلكترولايت آه يعني بتكون إلكترولايت يعني بتكون آيونات مجابة وسالبة وبتزود توصيلية الماء ولكن مش بشكل كامل يعني مثلاً لو أنا حطيت أساتيك أسد فهلاقي جزء منه بس تحول لأساتيت آيون وهيدروجين بلاس لاثنين دايبين على هاية آيون ولكن برغم أن الأساتيك أسد دايب إكواص يعني دايب إلا أنه مش متأين فده معنى إيه؟ في جزء منه غير متأين ودايب وفي جزء متأين ودايب فاللي عنده جزء متأين وجزء غير متأين بنسمي يا جماعة برضك إلكترولايت يعني بيكون آيونات ولكنه يعني في جزء منه إيه؟ ها فضل غير متأين ولكنه دايب في الماء كمام كده؟ تمام كده يبقى إحنا قسمنا المواد اللي بتدوب لإلكترولايت يعني بتكون آيونات ونون إلكترولايت أو حاجات ما بتكونش آيونات يعني إيه نون إلكترولايت؟ جاب لك مثالة هو زي مثلاً جولوكوز ده بيدوب في الماء بشكل جيد ولكنه ما بيكونش آيونات فالتوصلية ما بتزدش ما فيش آيونات متواجدت في الماء في الماء بتظل إيه؟ موصل رضيء للكهرباء تمام؟ لكن لو هو بيكون آيونات فأسمناها النوعين سترونج إلكترولايت يعني بيتأين بشكل كامل زي السوديان كلورايت وويك إلكترولايت يعني بيتأين بشكل مش كامل يعني إيه بشكل مش كامل؟ يعني لو حطينا واحد مول من حطينا واحد مول من الأساتيك أسد مش هيطلع واحد مول من الأساتيك آيون لا هيطلع أقل كمية أقل لأن في جزء إيه جماعة إيه؟ في جزء دايب ولكنه غير متأين طبعاً هنا بردك التوصلية زادت ولكن بش بنفس المقدار اللي بيحصل في حالة بيزور التوصلية بشكل كبير لأنه بيدوب تماماً وبيكون آيونات الويك إلكترولايت بيدوب تماماً ولكنه ما بيكونش آيونات بنفس المعدل يعني حطنا واحد مول مش هيطلع واحد مول لا هيطلع أقل شوية وإن الإلكترولايت بيدوب ولكنه لا يكون آيونات فبالتالي مش هيزور التوصلية الكهربية بتاعة الماء ودي يا جماعة أمثلة عندنا للسترونج إلكترولايت ويك إلكترولايت للنون إلكترولايت وكلهم من أمثلة المواد اللي بتدوب في المية وبتكون إكواس سوليوشن ده مجرد أمثلة للتوعية أو للشرح بالنسبة لك من طبعاً مش بتحفظ الأمثلة ولكن بتتعرف عليها بشكل جيد النسبة بعد كده للباب الخامس أو باب الغازات بنلاقي إن المحتوى تقريباً مواحد يعني بيبتري بردك بيقولك إن العناصر الليونها أزرق ديت هي العناصر الموجودة على هيئة غازات في الجدول الدوري وبالتالي فكلها بتكون على هيئة معادة نوبل جازز لإنها لا تتفاعل مع بعضها ولا تتفاعل مع العناصر الأخرى فلو موجودة على هيئة غازات زي الهيليم أو النيون أو الارجون هتكون على هيئة مونو أتوميك جازز بينما كل العناصر التانية زي الهيدروجين والنيتروجين والأكسجين والفلور وكلور دول لما يكونوا على هيئة غازات هيكونوا على هيئة ضاي أتوميك مولوكيول بقية الحاجات اللي في الشابتر تقريباً متشابهة بشكل كبير بيشرح الضغط وبيقول إن الضغط ده عبارة عن حركة الغازات الجزاءات بتاعتها بتتصادم مع بعضها البعض كما تتصادم مع جدران الإناء الحاوي لها ولما بتسبب هذه التصادمات إيه يا جماعة بتسبب ضغط على الجدران بتاعت الإناء ونقدر نقيس الضغط زي ما انت عارف بجهاز البرومتر اللي بيأس لنا الضغط الجوي أو الوزن بتاع الهوى أو الضغط اللي بيسببه الهوى على وحدة المساحات بسؤل الوزن القوة على وحدة المساحات وهي الضغط ودي بتتقاس بوحدات كتيرة زي البسكال وواحد أتموسفير بيساوي 76 سمت متر زئبق أو 760 ملي متر زئبق اللي بنسميها التور وممكن كمان نقسها بالبسكال اللي هو نيوتن على المتر سكوير بحيث إن الواحد أتموسفير بيساوي تقريباً 100 كيلو بسكال أو 100 ألف بسكال طبعاً الرقم بالتقريب 100 ألف ولكن إنت لو عايز تحفظ الرقم بالضبط هو 101 و3 من عشرة يعني 101 ألف 325 بسكال أو نيوتن على المتر سكوير طبعاً بعد كده بيبتدي يتكلم عن نفس المنهج ولكن بيضيف تطبيق بسيط وهو قياس ضغط الدم باستخدام جهاز قياس ضغط الدم وده اللي بيقيس يا جماعة الضغط بتاع الدم جوة العروق والأوريدة سوري جوة الشرايين بتاعت الجسم باستخدام الجهاز اللي انت شايف قدامك اللي هو بيبقى جواه غاز محبوس وبقارن ما بين ضغط الغاز المحبوس وضغط الدم اللي بيمشي فيه الشرايين بقية الحاجات اللي موجودة عندنا متشابهة ولكن نقدر نقول ان فيه هنا بيركز على فرق مهم جداً وهو ان العلاقة بين درجة الحرارة والحجم طبعاً خلي بالك ها خلي بالك لما أدرس العلاقة بين درجة الحرارة والحجم يبني أكيد سبت الضغط وسبت عرض المولات لما أدرس اتنين بسبت اتنين فالعلاقة بين درجة الحرارة والحجم ده بيسمى قانون شارل أما العلاقة بين درجة الحرارة والضغط ده بيسمى قانون جاي لويك يبقى لازم نفرع بين الاسمين دول يا جماعة العلاقة بين درجة الحرارة والحجم ده قانون شارل بينما العلاقة بين درجة الحرارة والضغط ده جاي لويك ده القانون اللي هنا ده مش موجود فيه وضوح بنفس الوضوح ده في كاف مية وعشرة لازم ناخد بالنا من الفروق اللي موجودة بين الاثنين عشان لو هنتفرج على الفيديوهات التانية نبقى عارفين ايه الفروق الاساسية بين المنهج هنا وبين المنهج هنا في الباب السابع برضك في بعض الاختلافات زي مثلا انه بيدخل على طول على اعداد الكم يعني بيختصر بقى ايه بيختصر نموذة بور والقصة الطويلة اللي في الاول ودي برولي والكلام ده كله بيختصروا فيه سلايد واحدة بيشرح فيها التاريخ بتاع اكتشاف الزرة وبيقول مثلا ان الزرة اكتدت بنموذج دالتون اللي هو ابسط نموذج للزرة بعد كده ابتدوا يكتشفوا مكونات الزرة مكون مكون زي مثلا ان هم اكتشفوا البروتونات ثم اكتشفوا الالكترونات ثم بعد كده اكتشفوا النيوكليا النيوكلياس نفسها زي رازارفورد بعد كده اكتشفوا النيوترونز بعد كده بلانك اكتشف نظرية الكام اللي هي المادة تنص أو تفقد الطاقة على هيئة كمات وبعد كده ابتدنا بقى نفهم المفهوم الحديث للزرة باستخدام المعادلات الحديثة زي معادلات أينشتاين وشرو دينجر وابتدنا نفهم الزرة بشكل أفضل في نظرية اللي هي الـDoyal Nature أو الطبيعة المزدوجة باستخدام الـWave Function أو المعادلات الموجية هو بيختصر الكلام ده في شكل سلايد بسيطة لأنه مش عايز يدخل في التفاصيل المعقدة بتاعة البناء يعني مثلا بيجي تكلم عن عموزة بور بيشرح نموذج بور في شكل مبسط خالص بيقول نموذج بور زي ما أنت شايف الزرة عبارة عن مدارات دائرية والأوربيتال اسمه أوربيت أوربيت فقط أما في النموذج الحديث الأوربيتال اسمه أوربيتال ده اللي هو بيكون فيه الإلكترون على هيئة سحابة موجية مكانها مش متحدد بتحرك بأشكال غريبة غير الأشكال الدائرية البسيطة بتاعة بور بعد كده بيدخل عطول أعداد الكام وبتري يشرح عدد الكام يعني ما جابش التفاصيل الكتيرة اللي موجودة عندنا في كاف مية وعشرة دخل عطول على عدد الكام ويبتدأ يشرح إزاي عدد الكام دي معتمد على بعضها البعض وإزاي ها مين اللي يتمني الأول وعداد الكام دي بتأثر على إيه يعني عدد الكام الرئيسي مثلا بيغير حجم المدار فالمدار 2S أكبر من 1S وأكبر في الطاقة المدار 3S أكبر من 2S وأكبر في الطاقة وهكذا وعدد الكام التاني بيحدد شكل المدار يعني لو كان L بصفر يبقى S أوربيتال 1 يبقى B أوربيتال يبقى 2 يبقى D أوربيتال يبقى غير شكل الأوربيتال وهكذا وبيكمل معاك نفس المحتوى بالتقريب لاحظ كمان هنا أنه موضح لك أشكال D أوربيتال احنا عارفين إنما L بتسوي 2 أنا الأوربيتال بتاعي شكله إيه شكله 4 لوبس أو D أوربيتال ولما يكون L ب2 M L بتاخد قيم من ناقص 2 لزائد 2 مرورا بالصفر يعني M L بتتغير قيمها من ناقص 2 لزائد 2 مرورا بالإيه بالصفر يعني بتاخد 5 قيم لو ضربنا 2 في 2 وزودنا عليها 1 فيطلع لك 5 قيم يعني D أوربيتال عنده 5 أوريانتيشن أو 5 أشكال اللي هم الأشكال الموجودة قدامك دي دي عبارة عن أشكال مختلفة للD أوربيتال كلها متساوية في الطاقة ولكن مختلفة في إيه جماعة مختلفة في الشكل بتاعها وبكده يا جماعة نكون خلصنا عرض لكل الفروق اللي موجودة بين كاف 110 وكاف 112 في المنهج لحد الباب السابع علشان ده هو اللي داخل في الابتحان التمهيدي الأول تقدر تتفرج على الفيديوهات بتاعكات 110 وتقدر كمان تذاكر من الصليدات عندك وانت متطمن ان انت كده عرفت ايه كل الحاجات الفرقة من الاتنين لحد الباب السابع شكراً لكم يا جماعة ونتقابل إن شاء الله في المحاضرات القادمة اللي هنتناول بها الفروق اللي موجودة في بقية الفصول إن شاء الله ويا للقاء في المحاضرات القادمة إن شاء الله وشكراً بحسن استماعكم شكراً لكم